الفارحة أوقفت الأستاذ تميم عند السؤال لأنه لم يتبقى معنا وقت قلنا لو قارننا بين سوانح النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف تجاربه وبين يسوع حسب الأناجيل فكفت من ستكون راجحة في ميزان الأخلاق والأسوى الكاملة يعني يا أستاذ تميم بمعنى آخر ما الفرص التي سنحت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تسنح للمسيح الناصر عيسى بن مريم في ظهور الأخلاق نعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت قد بدأت بالإجابة على هذا السؤال في آخر الحلقة الماضية وقرأت بعضا مما قاله المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام حول هذا الأمر قبل أن أعيد القراءة وقبل أن أتوقف عند هذه الكلمات الرائعة التي جاء بها المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أود أن أقول أنه بالفعل قد أتيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الأخلاق بكاملها وأن يظهر كيف أن هذه الأخلاق لم تختلف ولم تتغير في حالة القوة ولا في حالة الضعف وأنه كان صادقا أمينا كان ثابتا راسخا شجاعا وكان وفيا سواء في فترة الضعف أو في فترة القوة لم يتغير أي شيء بينما بالنسبة للمسيح عليه الصلاة والسلام لم تصنح له الفرصة أن يظهر أخلاقه نحن لا نقول بأن المسيح عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسوع الإنجيل يسوع الذي يقدمونه والذي يدعون أنه إله والذي يذكرون القصص ويذكرون الأحداث حوله في الواقع لا تظهر فيه هذه الأخلاق بسبب عدم سناح الفرصة له بذلك من ناحية ومن ناحية ثانية لأنهم نسبوا إليه أمورا لا يمكن أن يكون فيها قد أظهر أخلاقا فاضلة ولا أظهر الشجاعة ولا أظهر الثبات ولا أظهر أي شيء من ذلك والأدل على ذلك كثيرا أعود إلى قراءة ما قاله المسيح الموهود عليه الصلاة والسلام يقول حضرته العدل والإيمان يقتضيان ضرورة الاعتراف بفشل المسيح تماما مقابل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المسيح حسب الأناجيل لأن الفرص التي سنحت للنبي صلى الله عليه وسلم لم تسمح للمسيح عليه السلام هذا من سوء حظه لذلك لا يمكن أن يعد المسيح نموذجا كاملا إن لتكميل إيمان الإنسان جانبين أولا يجب أن نرى كيفية علاقته بالله تعالى حين يكون عرضة للمصائب والمعاناة هل يرضى برضى الله تعالى مع تلك المصائب أيضا بقلب منشرح وبالصدق والإخلاص والمثابرة والوفاء الكامل ويحمده ويثني عليه أم يشكو ويتذمر الواقع أن المسيح عليه السلام لم يرضى حتى بأن يموت على الصليب وفقا لما تذكره الأناجيل وأخذ يتذمر وضاقت عليه الدنيا وأخذ يدوى الله تبارك وتعالى ويقول يا أبتي كل شيء مستطاع لديك فأجز عني هذه الكأس بينما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عتاب لله تعالى عندما ذهب إلى الطائف وقذفه الصبية والسفهاء بالحجارة وواجها هذه المعارضة الشرسة القذرة السيئة من السفهاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لله تبارك وتعالى لماذا حدث هذا وإنما قال إن كنت أنت راضيا عني فلا أبالي بأي شيء يصيبني أما المسيح فوفقا للأناجيل كان يشكو ويتذمر ويتابع المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وثانيا عندما ينال العروج ويحظى بالتقدم والازدهار هل ينسى الله بعد حيازة السلطة والتقدم ويحدث في حالته تغيرا جديرا بالاعتراض أو يبقى على علاقة بالله كما كان ويحمده ويثني عليه ويعفو عن أعدائه ويحسن إليهم ويثبت رحابة صدره وسعة قلبه هذا الجانب لم يتيسر لم تصنح الفرصة للمسيح عليه السلام أن يمتلك القوة وأن ينتصر على أعدائه فهذا يعني أن أخلاقه في حال القوة لم تظهر يعني من ناحية كما قلنا في حالة الضعف لم يظهر ذلك الخلق الذي أظهره النبي صلى الله عليه وسلم ونعود ونؤكد أن هذا وفقا للأناجيل بينما لم تصنح له الفرصة أن يصبح في مكانة القوة وأن يتمنكن من أعدائه وأن يستطيع أن يعاقب أعدائه ثم يعفو عنهم فهذا أتيح للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتح له يتابع المسيح المعود عليه الصلاة والسلام فيقول فمثلا إذا ضرب أحد شخصا ولا يقدر المضروب على معاقبته وأخذ ثأره ثم يقول انظروا لم أقل المسيء إلي شيئا فهذا لا يدل على الأخلاق ولا يمكن أن نسميه حلما أو تجلدا لأنه لا يملك قدرة أصلا بل حالته أنه يكاد يبكي ولو شتمه أحد فهذا يعني أنه عاجز عن ستر عيبه فما علاقة ذلك بالأخلاق والحلم يعني المسيح عليه السلام عندما كان مغلوبا على أمره وكان يضرب وأخذ إلى الصليب وفعل به ما فعل لم يكن بإمكانه أن يدفع عن نفسه فكيف يمكن أن نقول أنه قد أظهر أخلاق الحلم وأظهر الجلد مقابل هذه المصيبة التي أصابت هو كان مغلوبا على أمره للأسف يقول حضرته هذا هو حال أخلاق المسيح عليه السلام لو وجد سلطة وكان قادرا على الانتقام من أعدائه ثم أحبهم وعفع عن أحطائهم لعترفنا بلا شك أنه أظهر أخلاقه الفاضلة ولكن لما لم تسنح له الفرصة أصلا فإن اعتباره نموذجا للأخلاق وقاحة صريحة الأخلاق لا تظهر العيان ما لم يتبين كلا الجانبين منها ثم انظروا مقابله إلى سيرة نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم فالصبر الذي أبداه واضح جلي حين أخرجه أهل مكة بعد أن آذوه إلى ثلاثة عشر عاما أصناف الإيذاء وصبوا على أصحابه أيضا أبشع المصائب التي تقشعر لهولها الأبدان ولكن عندما هاجر بأمر من الله تعالى ثم عاد إلى مكة فاتحا كان من حقه نظرا إلى أنواع الإيذاء والمصائب والشدائد التي صبها أهل مكة عليه وعلى جماعته إلى ثلاثة عشر عاما أن يبيدهم جميعا بتنفيذ مجزرة عامة وما كان لعدو أن يعترض على هذا القتل لأنهم كانوا يستحقون القتل نتيجة لتلك الإيذاءات لو كان صلى الله عليه وسلم غضوبا لكانت عنده فرصة مواتية للانتقام لأنهم كانوا أسرى كلهم ولكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراحهم جميعا وأعلن لا تثريب عليكم اليوم هذا ليس بأمر هين ولي تخيلوا المصائب والمعاناة التي صبت عليهم في مكة ثم انظروا كيف عفى صلى الله عليه وسلم عن أعدائه الإداء عند امتلاكه القوة والقدرة هذا هو نموذج الأخلاق الفاضلة التي لا نظير لها في العالم يعني نلاحظ فعلا المسألة واضحة أمام الوضوح النبي صلى الله عليه وسلم أتيح له زمنان زمن كان يستطيع من خلاله أو يعني كان ضعيفا مغلوبا على أمره وأظهر القوة والصبر والجلد وزمن أصبح فيه ملكا قويا منتصرا وأظهر فيه الحلم والتواضع وأظهر فيه العفو بينما المسيح لم يظهر هذا منه وحتى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتعرض للاضطهاد لم يظهر ولا في لحظة واحدة أنه قد خضع لعدوه بل على العكس كان دائما ثابتا وراسخا وكانت كلماته دائما كلمات ينم عنها الشجاعة المطلقة التي لم يبالي مطلقا فيها بأي تهديد ولا بأي تعذيب بينما مثلا نجد في الناجيل أن المسيح عندما سئل عن الدعوة التي الآن يعني هي لنقل من قواعد ومن أسس ومن أعمدة المسيحية الحالية وهي أنه ابن الله ماذا قال المسيح؟ أولا هو لم يقل عن نفسه ابن الله ثم عندما سئل قال لهم يعني لم يؤكد ذلك بل قال أنتم تقولون أني أنا هو فمثلا جاء في إنجيل لوقة أن المشايخ ورؤساء الكهنة والكتبة أخذوه وأصعدوه إلى مجلسهم وقالوا له إن كنت أنت المسيح فقل لنا فقال إن قلت لكم لا تصدقون وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقوني منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله يقول عن نفسه ابن الإنسان فقال الجميع أفأنت ابن الله فقال لهم أنتم تقولون أني أنا هو يعني تخيل لم يقل نعم أنا ابن الله لو كان بالفعل هو ابن الله عليه أن يقول بكل شجاعة نعم أنا ابن الله ولكنه يقول هنا أنكم أنتم تقولون هو في الواقع حسب هذا النص هو ينفي عن نفسه أنه ابن الله أصلا لأنه قال عن نفسه ابن الإنسان ولكن للأسف زكريا بطرس وأنثاله يصرون على أن هذه الفقرة تأكيد منه على أنه يؤكد بأنه ابن الله طيب إذا كان ابن الله لماذا لا يقول بكل شجاعة هل حدث شيء مشابه مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعرض للاضطهاد وعندما هدد وهدد أصحابه فأين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة وأين أخلاق يسوع الإنجيل للأسف الذي يحاول هذا القمص أن يقارنها بالنبي صلى الله عليه وسلم تواصلوا معنا عبر العناوين التالية